يوم غارات غامضة ومكثفة تمت يوم أمس على الحدود العراقية السورية مستهدفة الميليشيات الموالية لإيران وتفاصيل هذه العملية اللي صارت طبعا وهي غامضة للغاية هي استهدفت الميليشيات واستهدفت تحديدا الميليشيات على المعابر الغير شرعية والغير رسمية التي تستخدمها طبعا الميليشيات للدخول من الأراضي العراقية إلى الأراضي السورية وهذه في العادة طبعا المعابر هي موجودة بهذا الاتجاه أي بما معنى غرب نهر الفرات شرق نهر الفرات موجودة قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي فالمعابر بالعادة هي موجودة بهذه النقطة الآن التفاصيل اللي نشرتها ونشرها المرصد السوري للحقوق الإنسان وكذلك مصادر عسكرية تابعة إلى المعارضة السورية أكدت بأنه طائرة مسيرة هي التي قامت بهذه العملية ضد هذه المعابر بالإضافة إلى ذلك أنه ثلاثة قتلوا بهذه العملية من قبل هذه الميليشيات والمصادر تؤكد بأن هذه الميليشيات وهؤلاء الثلاثة هم كانوا عراقيين من الذين قتلوا وأنه صارت على شكل تسعة غارات يعني كانت فدليلة مكثفة بطبيعة الضربات من هذه الطائرات المسيرة وهذه العملية هي ليست عملية منفردة أو منفصلة أو خاصة هي تأتي جزء من تصعيد بدأ من يوم الثلاثة تسعة 2021 إلى يوم أمس وطبعا من الثلاثة تسعة إلى يوم الثمانية عشرة كانت هناك أربعة هجمات صارت بهذا الشكل بالطائرات المسيرة ضد هذه المنطقة في بادية طبعا ألبو كمال وهذه المناطق الحدودية المهمة الضربة الرابعة كانت اللي هي طبعا قبل هذه الضربة هذه الضربة تعتبر الخامسة بالرابعة دمروا بها طبعا مقر عسكري للميليشيات وكذلك دمروا مخزن للصواريخ والأسلحة تابع للميليشيات ولكن هناك تعتيم عالي جدا التفاصيل غير واضحة لأن الطرفين إذا كانت الميليشيات أو إذا كان الطرف الذي يهاجم يعني لا يعلنون عن الكثير من التفاصيل وهنا النقطة المهمة أنه بالعادة مثل هذه الضربات في الداخل السوري يعني عادة تذهب أصابع الاتهام إلى إسرائيل بأنها هي من قامت بهذه الأمور ولكن التفاصيل الجديدة توضح بأن القصة مختلفة بأن إسرائيل ليست مسؤولة على الأقل عن أغلب هذه الهجمات وعلى الأقل ونحن نتحدث عن الهجوم اللي صار يوم أمس كل الاتهامات تذهب إلى أن التحالف الدولي هو الذي يقوم بهذه العمليات ولكن هو لا يعلن عنها بشكل واضح وطبعا المرصد السوري لحقوق الإنسان يعني شوف شن التفصيل اللي نشره عن هذا الموضوع وعن طبيعة الغموض التي تبعوه التحالف الدولي في هذه الهجمات شوف شن اللي قالوه الاستهدافات هذه ينفذها طيران مسير تابع لسلاح الجو الأمريكي وأن سبب امتناع الجانب الأمريكي عن المجاهرة بهذه الاستهدافات يعود إلى عدم رغبة الأمريكيين في دخول حرب مفتوحة في سوريا مع الميليشيات التابعة لإيران وهذا الأمر يرجعنا إلى يوم 28-6-2021 أي بعد الهجوم الثاني لسواجه بايدن بشكل رسمي ضد الميليشيات الموالية لإيران في الداخل العراقي وفي الداخل السوري وتعرض إلى انتقادات كثيرة جدا وفي 28-6-2021 التاريخ اللي ذكرته لكم هذا الرجل مايكل نايتس اللي هو باحث أمريكي مهم جدا ومختص في مسائل الشرق الأوسط نصح إدارة بايدن بأربعة نقاط والنقطة الرابعة طبعا اللي نشرها في الواشنطن انستيتيوت كانت مثيرة ومقاربة لما جرى الآن على الحدود العراقية السورية شوف شن اللي قالو مايكل نايتس ضربات غير معلنة هذه هي النقطة الرابعة في بعض الحالات قد يكون من الأفضل لواشنطن اتباع النموذج الذي تستخدمه إسرائيل حيث غالبا ما يكون المسؤولون غامضين عن عمد بشأن ما إذا كان جيشهم قد اتخذ إجراءات معينة فواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية هنا بدأت تغير من طبيعة استراتيجيتها لتفادي الكثير من الأمور والمسائلات على مستوى الكونغرس الأمريكي وقرارات الحرب وغيرها هس اللي يعزز هذه القصة هي المصادر العسكرية للمعارضة السورية التي نشرت أيضا تفاصيلا عن منين أصلا انطلقت هذه الطائرات المسيرة أكدوا طبعا المعارضة السورية أنه الطائرات المسيرة هذه انطلقت من قاعدة اسمها قاعدة التنف موجودة في هذه النقطة وهي من ضمن المثلث الحدودي قريبا على المثلث الحدودي بين العراق طبعا والأردن وسوريا وهي تبعد تقريبا يعني 21.8 كيلومتر حتى تدخل إلى الداخل العراقي وإلى الحدود العراقية قريبة جدا من الحدود العراقية وهذه القاعدة طبعا يعني هي مسيطرة ومحمية بشكل كبير وماخذة مساحة كبيرة على مسافة 55 كيلومتر أي أحد يقترب من هذه المنطقة طبعا مباشرة يقوم التحالف الدولي باستهدافه وهذه قاعدة التنف هي تبعد عن بادية ألبو كمال التي نتحدث عنها تقريبا 238 كيلومتر وكذلك هي تبعد عن المعابر الغير رسمية التي نتحدث عنها الآن والتي يستهدفوها بشكل مكثف إذا كانوا على مستوى التحالف الدولي أو على المستوى الإسرائيلي يعني تقريبا 207 كيلومتر في هذه الاستهدافات لذلك هذه بالنسبة للطائرات المسيرة وخاصة عندما نتحدث عن طائرة الـ MQ9 Reaper هذه توصل يعني تقريبا 1850 كيلومتر وفي بعض الأحيان 1500 كيلومتر بحسب العتاد اللي تحمل هذه الطائرة لذلك هذه مسافات بسيطة جدا وممكن أن تنفذ فيها الكثير من الغارات الفعالة خاصة وأن هذه المسافة كما نلاحظ هي مسافة قريبة وويا الرينج مالت هذه الطائرة المسيرة وطبعا بالنسبة لقاعدة التنف يعني إذا ردنا نلقي نظرة على طبيعة الصورة من الأقمار الصناعية فهذه هي القاعدة لمن لا يعرف شكل هذه القاعدة بالإضافة إلى ذلك أن موقع هذه القاعدة مثير للغاية بحسب القيادة المركزية الأمريكية عندما طرحت الأسئلة أنتوا ليش عدكم قاعدة بهذا الاتجاه وبهذه النقطة تحديدا هذه النقطة استراتيجية بحسب السنتكوم نفسهم القيادة المركزية الأمريكية أكدوا بأن هذه طبعا قصتها الأساسية هي تمنع الميليشيات الموالية لإيران أن تأخذ نفوذا كبيرا في سوريا بهذا الشكل ما تقدر تقطع هذه المسافة نهائيا لذلك تشوف الميليشيات دائما يتحركون من الداخل العراقي إلى الداخل السوري بهذا الشكل عبر ألبو كمال إلى الميادين إلى دير الزهر وينتقلون عبر هذه المناطق البعيدة لذلك ما عندهم طريق مستقيم إلى دمشق وكذلك قاعدة التنف واحدة من الأمور الأساسية التي هي موجودة على أساسها هي تأكيد التطمينات لإسرائيل وحمايتها فهذه نقطة مهمة استراتيجية بالنسبة لهم وحتى كانت هناك ضربة مؤخرا صارت ضد قاعدة اسمها قاعدة تي فور الجوية التي تلاحظونها هنا كذلك ضد قاعدة تي ثري أيضا الجوية ممكن جدا هذه كلها مسيطرة عليها الجيش طبعا العربي السوري التابع لنظام بشار الأسد أنه ممكن يضبط الإيقاع بهذا الاتجاه وحتى تنظيم داعش الإرهابي الذي تلوي يعني كما هو ظهر في اللون البنفسجي هنا أيضا هي عدها سيطرة وضبط إيقاع عدى قواعد التحالف الدولي اللي موجودة شرق النهر الفرات هس القضية هذه واضح أن هذه قضية تحدي من قبل إيران عن طريق ميليشياتها ضد الولايات المتحدة الأمريكية وضد إسرائيل وضد المنطقة إيران بدأت شكل تحدي في هذه النقطة فقط أو حتى على المستوى النووي والتصعيد النووي والمفاوضات النووية بل أن يوم أمس مايكروسوفت أعلنت بشكل واضح ورسمي بأن إيران الآن تقوم بهجمات قرصة عالية للغاية ضد مؤسسات دفاعية أمريكية وإسرائيلية على أعلى المستويات وطبعا هذه التصريحات جدي من حقيقة رئيس مايكروسوفت ثريت انتليجنس رئيس مركز مايكروسوفت ثريت انتليجنس هو الذي صرح بهذا الموضوع طبعا إلى الـ CNN ونشروا تفاصيلها والتفاصيل ببساطة أن هؤلاء الهكرز هم قالوا بأن هؤلاء الهكرز يعني يقومون بعملية خدمة المصالح الإيرانية هاجموا مؤسسات ومنظمات إسرائيلية وأمريكية وحاولوا الحصول على باسوردات 250 منظمة من هذه المنظمات واستطاعوا وتمكنوا من السيطرة على أقل من 20 من هذه المنظمات أخذوا باسورداتها ودخلها وأخذوا كل الداة والمعلومات الخاصة بها وهذه طبعا المنظمات التي نتحدث عنها بها تكنولوجيا للطائرات المسيرة بها تكنولوجيا أيضا للأقمار الصناعية وكذلك تكنولوجيا رادارات وغيرها وكذلك المؤسسات الإسرائيلية اللي هي موجودة على مستوى الخليج العربي أغلب عمليات القرصنة تصير على مستوى الخليج العربي وهذه المؤسسات اللي موجودة هناك هي أيضا متعلقة في عمليات النقل البحري وهذا اللي خل مايكروسوفت تصرح بشكل رسمي للسي أن أن أنه ممكن أن يشوف هجمات مستمرة للإيرانيين على الناقلات النفطية اللي موجودة طبعا على المستوى على مستوى الخليج العربي أو على مستوى السواحل العمانية وهنا تأتي النقطة المهمة هذه كلها العمليات المايكروسوفت كشفوا أن كلها بدأت من شهر سبعة الفين وواحد وعشرين وهذه قد تفسر بشكل واضح العملية اللي صارت ضده هذه الناقلة ميرسر ستريت في شهر ثمانية الناقلة الإسرائيلية التي استهدفوها الإيرانيين بشكل ناجح في الطائرة المسيرة كما نلاحظ هنا وضربوها ولحد الآن هذه القضية طبعا هي قضية معقدة للغاية ولكن واضح أن الإيرانيين كانوا يمتلكون تفاصيل دقيقة عن طبيعة هذه السفينة وتوقيتاتها وبالتالي استهدفوها بشكل واضح وبشكل رسمي قد تكون أتت من اليمن قد تكون أتت من إيران بشكل مباشر ولكن واضح يمتلكون الداتا الدقيقة للقيام بهذه العمل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر